أكد رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري أن بلاده ستواصل الرد على التهديدات الإسرائيلية والقوى الكبرى المتحالفة معها في إشارة إلى الولايات المتحدة كما اعتبر في تصريحات أطلقها من بكين أن الفوضى والفراغ الأمني في الشرق الأوسط يضغطان على بلاده لتعزيز قدراتها الأمنية أشار باقري لأن إيران وحلفائها سيتحركون بشكل منفرد ومستقل للانتقام لاغتيال إسماعيل هنية